ازايكم حبيبي? هنعمل مع بعض النهاردة الجلاج الخطير ده. طعمه خطير جدا. هو جلاج بيء اللحمة. اه طالع جميل جدا. بيبقى مقرمش من برة. ولزيز من جوه. مش معجن بقى. وهقول لكم على الاسرار اللي بتخليه ما يعجنش. اه ويطلع طعمه جميل ومقرمش من برة. اه يلا نجهز مع بعض الوصفة. بس متنسوش لايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. اول حاجة بحط معلقة كبيرة من الزبدة. او طبعا لو عندنا زيت نباتي يكون كويس ممكن زيت زتون. بحط عندي حوالي ربعمائة كرام من اللحمة. اه وبعمل لها صدمة الاول. بعد كده بحط بقى عندي البهرات. ملحة فلفل بودر. بس البودر. اه ممكن نحط اه اه برضو اه صماق. اه طعمه بيبقى حلو برضو في اللحم. اه عندي هنا اه بصلايا برضو اه مفرومة في الكبة. وبعدين بحط مرقة من الخضار. لو احنا حابين ما نحطهاش ممكن ما نحطهاش. ايه بشوحها لمدة اه ربع ساعة تكون استود. عندي هنا بقى الجلاج حوالي اه سبعمية وخمسين جرام من الجلاج. انا بحب طبقات الجلاج تكون تخينة. اه بتدي له اه اه سمك بيبقى حلو. اه بيبقى طعمه كمان حلو. اه لما يكون الجلاج طبقاته كتير بتبقى حلوة. اه بحط بقى افرش اه السونية اه بالزبدة. وبعد كده بحط اه كل طبقتين احط بينهم اه زبدة. طبعا بحق سيح ممكن زبدة بس او زبدة على زيت. الزبدة بتدي توريقة حلوة قوي للجلاج. بتخلي اه تعمل جلاج جميل جدا. بحط نص كمية الجلاج. وبعد كده بحط بقى عندي اللحمة المفرومة وبسويها في السونية. ببتدي احط بقى عندي اه طبقات برضو الجلاج. حتى لو عندي الجلاج اه مش مزبوط يعني فيه حتة متقطعة بنحاول بقى نزبطها. طبعا ورق الجلاج ساعات ما بيجيش متساوي. وخصوصا لو مجمد في التلاجة. ببتدي بقى اعمل تقطيع اه بالسكينة كده. اه قطع اه مربعة يعني بالطول وبالعرض كده. اه بعد كده بقى بجاهز عندي التشريبة عبارة عن بيضة بضربها كويس. حط كمان اه كوباية من اللبن. اه الصونية دي طبعا كبيرة فهي كوباية تكون حوالي متين وخمسين ميلي. مع البيضة ممكن نحط رشة برضو من الفلفل. اه بعد كده بس اي بيها بقى الصونية. اه واحاول ما خليهاش تيجي على الطروف قوية علشان ما تلزقشي. وبعدين ممكن نحط اه كانت بقى معي شوية زبدة كده من الدهان الاولاني. حطتها بقى على الوش بالطريقة دي. وبعدين اه بحطها بقى في الفرن على درجة حرارة ميتين وعشرين. هي بتحمر الوحدة من غير ما شغلت شوية ولا اي حاجة احمرت. بقت جميلة جدا وطعمها خطير. وكمان اه لذيذة اه اطارية من جوة. مش معجنة. وفي نفس الوقت اه ما ارمشة. وهسمعكم اه دلوقتي صوت اه الارمشة بتاعتها. جميلة جدا. و اه حلوة وهتعجب الولاد. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب.